مرحبا بكم مهما جديد مازلنا مواصلين في رصد مختلف المواقف في مختلف القطاعات والأطراف المعنية بقانون مالية 2023 وفي هذا الصادات سعيدة باستقبل أسلان برجب أعضو المكتب التنفيذي لكون في ديرالية المؤسسة المواطنة تونسية كونيك تهلا سهلا بك مساء نور شكرا على الاستضافة مرحبا بك مرحبا بك شكرا لك على تلبية الدعوة تقرير لزمينة زيد الزيدي ثم نعود سيل جارف من الانتقادات يعقب صدور قانون المالية لسنة 2023 والتي قد مدت الحكومة رسميا أو الأمس خلال ندوة صحفية الاتحاد العام التونسي للشغل عبر عن رفض لهذا القانون وندت بما سمها سياسة المروب القوة اللي انتهجت الحكومة في أداد الميزانية للسنة الجديدة والتدابير الاجتماعية اللي ضمن هذا القانون محمل الرئيس الجمهورية المسؤولية في ذلك قانون المالية في بيتا بيت الحال انتم تسمعوا كل القطاعات وتقريب كل الخبراء انه قانون مالية هو انتع مجبن تعجيبين قانون مالية اليوم اللي تلمس فيه وقت اللي ينقصك فيه معناها 26.5 من موارد انتع الدعم معناها دي جاء توجه لرفع الدعم تدريجي تقريبا الانتيار معناها انتع الدعم والصعوبات لتعيش البلاد وعيشها الشعب التونسي في غلال اسعار وزيد عليها اليوم كي يحكوا على الاداء على القيمة المضافة في بالهم عمل وفارة مع المهن الحرة احنا مع توسيع القاعدة الجبائية اما اليوم القيمة المضافة من جنب عبر اتحاد الصناع والتجارة والصناعات التقليدية خلال اجتمال رؤاسات اتحادات الجهوية عن رفض لما ورد من اعباء جبائية اضافية مؤكدا انها ستعمق الضغط الجبائي على المؤسسات وتزيد من تدهور المقدر الشرائية للمواطن كنتيجة لما ستفرسه الزيادات في نسخة الضرائب وانعكاس على ارتفاع اسعار المواد الاولية اصحاب المهن الحرة كانوا بين ركب المعارضين لقانون المالية خاصة المحامين حيث اكد عميد المحامين حاتم لمزيو ان قانون المالية يهدد الاستقرار في تونس ويكرس دولة المجبة مطالبا بمراجعته واعتبر ان زيادة ضريبة القيمة المضافة من 13-19% على اصحاب المهن الحرة غير مقبولة ولا تكرس للمساوات في العدل الجبائي اما جمعية المحامين الشبان فقد دعت مجلس الهيئة الوطنية للمحامين وندوة الفروع الى اتخاذ القرارات والاشكال النظالية التسعيدية الملئمة سياسيا وانتأخرت مواقف الاحزاب السياسية بشأن قانون المالية لسنة 2023 فان قيادات حزبية صادحت بموقفها منه من ذلك التيار الديمقراطي حيث اكد القيادة هشام العجبوني ان قانون المالية ولد يتيما ولا يجد من ينتبناه ونصف الشعب في جهنم ضريبية والنصف الآخر في جنة هذا ما هوش قانون مالية هو قانون جباية لانه الهدف من القانون هذية كان نحكيه على استركتورة من قانون مالية صار اكبر تضخم في تاريخ البلاد في ميزانية الدولة تعرف انتقلنا من 57.3 مليار دينار في قانون مالية 22 الى 70 مليار دينار تعرف شو معناها 21.5% تعرف شو معناها في اقتصاد نسبة المتوقع للنموم تيها 1.8% اكثر من تقريبا 12 مرة نسبة النموم في السيق ذاته طالب المهتمون بشأن الاقتصاد من مهنيين وخبراء وخبراء محاسبين الحكومة بضرورة الانتباه الى الاشكاليات اللي باشتنتج عن بعض الاجراءات الجباية في الاثناء اكدت وزيرة المالية ان قانون المالية جديد تم سيغطب التشاور مع مختلف الهيكل والاطراف وهو ما تنفيه المنظمات والجمعيات اصلا برجاء بعضو المكتب التنفيذي لي كونكت مرحبا بك من جديد قبل ما نخوضوا في تفاصيل او موقفكم من قانون مالية 2023 ربما الاخبار اليوم اللي يأتينا من الحمامات انه الاضراب القطاع النقل اللي كان مفروض يكون نهار 29 ديسمبر اللي تم تأجيله اليوم جامعة النقل او كاتب عام جامعة النقل يأكد انه مازال قائما وبشيكون يومي 25 و 26 جنف يقول هذا اللي اعلمتنا به او اعلمنا به المكتب التنفيذي المركزية النقبية اللي ابلغهم به عبر الامين العام مساعس لحد ديننا السالمي يقول راهو تاريخ هذا الاضراب مازال قائما ما تأثير ذلك او ما تدعيات ذلك طبعا شيكون تدعياته ثقيلة خطر هذا الاضراب لقطاع بري بحري وجوي كان يقع الاضراب هذا في بداية شهر جنف هو وقع تصريح فيه في بداية شهر ديسمبر وكان من المتوقع ان يقع في نهاية هذا الشهر وربما فيما اشارات ايجابية وإلا فيما اعطاء فرصة اخرى للدولة بتأخيرها الاضراب هذا شخصيا الاسباب ربما متعلقة بالمؤسسات العمومية ربما متعلقة بعدم التماشي مع طلباتهم اظن ان ملف النقل يجب ان يفتح بجدية كما غير من الملفات ملف المؤسسات العمومية ومدى تغيير حوكمة المؤسسات العمومية يجب ان يفتح بجدية كذلك حتى لا ننسيق في مثل هذه القرارات اللي يمكن تمس بالاقتصاد صحيح لكن كذلك بصورة البلاد بمواطنين بالخارج اللي حابوا يرجعوا لبلادهم بالسائحين اللي جئوا للبلاد وخاصة بالمبادلات التجارية توريدا وتصديرا نجيب القانون مالية 2023 كونكت على ما يبدو إلى حد اللحظة ما أصدرتش موقف رسمي عبل بيان أو بلاغ أصلين برجب شو موقفكم منه؟ صحيح احنا موقفنا كان في خروجنا في المنابر الاعلامية وكان فما موقف قطاعية للكونكت على خاطر كي وقع استدعائنا منذ شهر بالضبط اليوم 28 ديسمبر ما قع منذ شهر 28 نوفمبر من سيدة رئيس وزيرة المالية كانت عنا مقاربة نوعا ما تأخذ بعين الاعتبار المشاكل اللي تمر بهم الدولة مشاكل متعلقة الناس كل تعرفها بأزمة الكوفيد اللي خرجنا منها مدون بلاند غولانس مغير خطة انعاش مشاكل متعلقة بالحرب الروسية على أوكرانيا مشاكل متعلقة بالنقاش مع صندوق النقد الدولي ومشاكل خاصة متعلقة بتراكمات السنوات الأخيرة من عجز المالية العمومية وعجز الميزان التجاري تحط التراكمات هذية وتشوف أنه فما مشكلة جيباية مشكلة معناها وإيجاد حلول عبر الجيباية صحيح إيجاد الحلول ما تكونش عبر الجيباية لذلك احنا كي قابلناها كانت عنا زوز مسارات المسار الأول فما ثلاثة قطاعات ولو مهمش مهمين من ناحية مقروة اقتصادية لكن بيسكن عنا تمثيلية فيهم ووصلنا صوتنا فيهم وكان فيهم رد إيجابي والقناة في قانون المالية زوز ونص نجمو قوله قطاع البطاقات الشحن للموزعين لبطاقة الشحن والأداء على القيمة المضافة لهم والقناة في قانون المالية قطاع تصدير النفايات المعدنية غير حديدية سلميتو نون فيغو والقناة في قانون المالية وقطاع الحليب صحيح كانت طلباتنا كغيرنا من المنظمات كذلك في علاقة برفع الأداء الجمرجي ورفع المعلوم على الحليب الغبرة لكن اقتصر قانون مالية على رفع المعلوم فقط نتع دينار ونص على كرة تورناتا أنا نحب نفتح قوس في الحليب الغبرة هنا يراه ما يشيع في شبكات التواصل الاجتماعي ما نشرب حليب الغبرة أنا نراها أنها إشاعات مش معناها بسر في برشا جدل خاطر حليب الغبرة وما نش مختص لكن نحن مختصين بالشأن الاقتصادي وعنا سي علي الكليبي خرج عديد المرات كممثل عن منطقة المهدية وعن المنظمة كذلك قال أنه اليوم أزمة الحليب أزمة كبيرة الحكومة وعدتنا أنه بشتحل الملف في فيفري ومارس من السنة القادمة اليوم عنا 20 إلى 30 بالمئة حسب الجهات نقص في التزويد اللي يتعدى سنساية توا عام الجاي عام الجاي بش نقعه في مشاكل لأنه الفلاح اللي هو أساس المنظومة تمس سواء بيبيع قطيعه أو سواء اللي يعز عليه قطيعه خليه هو اللي نقص له في العلفة كي نقص له في العلفة طبعا منطوجه من الحليب بش ينقص عام الجاي الحليب اللي تشرب بش ينقص دونك اليوم كان بش نقتصره على منطوج عام الجاي بش نعملو به الحليب ولي بخوديو دي غيفين تحال الحليب جبن كوغوتا الحليب ومشتقات ومشتقاته كان بش نقتصره بالحليب اللي ينتجج في تونس بش نعملو به هالقطاع المنظومة الكل ماناش بش نخلطه دونك الحل أنه نقتصره على الحليب اللي ينتج في تونس للشرب فقط هذيك الكل والشرب والغبرة فقط للمشتقات الحليب هذا هي المقاربة معناها غبرة لمشتقات الحليب لكن المقاربة أظن أنها غير سليمة فسارك عليش ملاك على خاطر الحليب الغبرة بش نجمة ورد ويزم يكون عنده نفس القيمة نفس الكلفة والحليب للشرب أختي تنقص له دينار ونص على كل تورناتا يقعد باقي غالي بارشا على حليب الشرب وما يحلش المشكلة ما ينجمه حل المشكلة إلا ما ينقصه كذلك 17% أداء جمرجي ولا معلوم جمرجي على الحليب الغبرة هل توافق توصيف العديد من الأطراف منها لإتحاد العامة توصي للشغل أنها حكومة مجبأة وأنه قانون مالية مالية فيه مجبأة كها هو كدي تشوف 40 ألف مليار من الأداءات فما ميزانية بـ 70 ألف مليار وفيها وفيها نستخلصه 40 ألف مليار معناها جانب أداءات والجانب تغير الأداءات معناها من القروض الداخلية والخارجية 23 ونص صحيح الجانب الأداءات كبير يسر لكن لاذا نقوله نقوله نحن كان من المفترض أن المقاربة نتع قانون مالية تكون أكثر براغماتية وأكثر تفسيرية قبل صدور قانون مالية ومن بعد صدور قانون مالية كان نرجع في التاريخ فما قرارات مجتمعية كان من الصعب فرضها على شعب بعد الاستقلال بالتفسير وبالمقاربة البراغماتية كل يوم وبمقاربة يفهمها المواطن البسيط تغيرت مقاربة مجتمعية وتغيرت حياة تونسي لليوم ماشيين بها العرش كان فهمنا بعضنا لكن اليوم كان اليوم نفسر كيفاش أنه الجباية واجبة لكن كذلك ما يجبوش يتحملها المواطن خاطر من غير المعقول في إطار العدالة الجبائية أنه اليوم وحنا في إطار اقتراحنا كاكوناكت على وزيرة المالية اقترحنا حاجة للتوى أظن أنها تنجم تكون سينيال بوزيديف للمواطن عليش المواطن اللي يصور 500 الف اللي يصور مليون واللي يصور مليون ونص يخلص نفس الأداء على المرتب ونفس المعلومة الضمان الاجتماعية على المرتب اللي يصور 3 أو 4 أو 5 ملايين أظن كأن نلقاه نسبة خاصة للأداء لشهريته هشة وسهريته ضعيفة بطريقة هذه كما تنقص ما تخول جبائي على الدولة لكن تخلي المواطن يتنفس أكثر هذه الطريقة ما غير لا تكون فيها مقاربة عن خلاص أداء تعاون برشا المواطن التونسي نفس نفس الطريقة هذه هذه مقاربة اللي دعينا لها معناها ما فماش كان المقاربة انتع خلاص جباية ولا استخلاص جباية للترفيع من مداخل الدولة وإنما ولا لبعث رسائل إيجابية وإنما خلينا نعاود نبعث رسالة أو نبعث رسالة إيجابية للفاعل الاقتصادي خطر فما فاعل اقتصادي ما عندوش ينتظر في إرجاع ثقة ما بين الدولة وما بين وهو ينتظر في شكون يدزوا بشيخلق عجلة النمو بشيخلق عجلة النمو خطر اليوم الدولة عندها المفاتيح انتعى الإصلاحات الكبرى لكن خلق النمو وتحريك عجلة الاقتصاد المفتاح عند الخواص الخواص إذا تشجعوا الدولة بإجراءات كما مثلا العدلة جبائية اليوم هل من المعقول أنه كما مثلا الاقتصاد الموازي الاقتصاد الموازي اليوم من الناتج الداخلي الخام تلاقي 35% ولا أكثر فاصل 2 بالضبط 35.2% من الاقتصاد الموازي هذا الرقم الصحيح اليوم كيف معملت حتى إجراء فعلي للاقتصاد الموازي شنو الإشارة التي تعطيها للشركة خطر اليوم الشركة كي تبدأ ما عندهاش قدرة تنافسية خطر نفسره خطر الكلمة طبعنا معها قدرة تنافسية اليوم عندي شركة A وشركة B شركة A تنتج منتوج هو بيدون تحركة B شركة A تخلص خدمتها بالجداء تخلص الأداء على رواية بخدمتها وتخلص كذلك الضمان الاجتماع على رواية بخدمتها وتجيب مواد صحية الشركة B نفس المنتوج ونفس الجهة لكن ما تخلص أداءات ما تخلص ضمان اجتماعي وما نعرفوش على منين تجيب المواد الأولية تحيبها بطريقة هذية المواطن طبعا مش تشري المنتوج من الشركة B الشركة A تستنى العام الأول العام الثاني وبعد مش تسكر دوق اليوم أنا اليوم إذا ما نعاونهاش بإجراءات مثلا إجراءات تحفيزية مش حتى في الفلوس مثلا إجراءات متعلقة بالجانب اللوجيستي مثلا إجراءات المتعلقة بيعانتها في التصدير خاطر إذا ما رقعتش روحها في السوق المحلية نعاونوها في السوق الأجنبية إجراءات متعلقة بقانون الصرف اليوم إضافة إلى الجانب الجبائي ماليك فما مقاربة أخرى أعتبرها مقاربة خاطئة في الهندسة القانونية الكلة هي ما نعمل إصلاح إلا بقانون يجبنا نستنى وقانون يجب قانون المالية يخرج إجراءات قانونية صحيح هو قانون أساسي بامتياز لكن نجم نصلحه من غير القوانين نجم نصلحه كما قلت لكم قبلة بمقاربة وخطاب سياسي إيجابي قبل أن مرر الكلمة للزملاء أكثر من 200 ألف مؤسسة أعلنت إفلاسها في 2021 و42 ألف مؤسسة تخضع للتسوية القضائية هذه أرقام قدمتها الجمعية الوطنية المؤسسات الصغرى والمتوسطة وانا نسألك بدوري في ظل الإجراءات الجديدة في قانون مالية 2023 كيف يكون مصير المؤسسات الصغرى والمتوسطة اللي وضعيتها حريجة جدا من قبل دجا هي فما ساعة قبلة جبت على الجانب الجبائي فما مؤسسات دجا المعاملة الجبائية انتحها ارتفعت في ميدان التربية التعليم والتعليم العالي في ميدان الصحة والجانب الاستشفائي اللي ارتفعت إلى 15% كذلك هذا المودال الإيكونامي كنتحهم الكل بشي تغير فما عدة مؤسسسات اللي تنتظر في انعاشها قطل قبلها رأنا خارجين من جائحة كوفيد واحنا الواحدين تقريب في المنطقة اللي معانا حتى خطة انعاش معناها الشركة ما تعاونتش عاونوها عاونوا الخدامة انتاحها بمبالغ بسيطة لكن ما فماش خطة انعاش وطنية تعاون الشركات من الخروج من الأزمة طبق من نجموش يتوقو بيش يتوقو في قطاعات معينة اللي موجودة في قطاعات تنافسية لكن القطاعات اللي فيهم معناها فيهم اشكاليا تنافس مع الدولة فيهم اشكاليا تنافسية تنافسية تصديرية صعيبة هذوم القطاعات ما ينجموش يتوقو ما ينجمو يتوقو كان مجمعات الكبرى اللي هم بيدهم بنفسهم ذات معناها جاهم ضغط من قانون المالية وورينا الادئات اللي صلتت عليهم في السي سي معناها المساهمة الظرفية في الاجتماعية اللي اليوم شركة تخلص 35% أدئات ولا تخلص 39% أدئات شركة تخلص 15% أدئات ولا تخلص 18% أدئات هذا الكل ضغط جبائي اللي الضغط الجبائي ما نجمش يخلي الشركة تنمو تمتص البطالة وتخلق الثروة اليوم كان نحب اللوجو على الجباية المباشرة وغير المباشرة جباية المباشرة وغير المباشرة ما نجمو نجموها كان بخلق الثروة هو بالنمو. ما نجموش نستخلص وجبائي كنما فمش نمو. يلا أسئلتكم نودا بيك بخليفة بن سلم. تفاضل. خلو لطفي. لطفي. يلا تفاضل لطفي. الرقم اللي أعطيته أنت توا ملاك. على المئتين ألف مؤسس. ثم رقم آخر أحنا ما ننتبهه ولوش. وهنا نعتبره معناها عنوان للأزمة الاقتصادية والمالية الكبيرة التي تعيشها بلادنا. الرقم هذا يقول أنه ألفين ومئتين مليار الشيكات رجعت دون وعشرين. واضح أنه فما مشكلة كبيرة على مستوى الوثيقة هذه. كي نرجع المؤسس الصغرى والمتوسطة والتي نعرفه كونك تشتغل عليها معناها برشة. شوفوا أنه موارد الميزانية هذه لحد الآن مش تكون في المستوى الداخلي في حدود العشر ألاف مليار. وواضح أنها ستتواجه للاقتراض مرة أخرى من البنوك التنسية. هذا بشهزنا إلى شحة كبيرة في السيولة لدى هذه البنوك. ومرة أخرى سيكون على حساب أقراض المؤسسات المتوسطة والصغرى التي خارجها هي من عامين كوفيد يعلم ربي بحالها. وهكذا كنت تعطي في الرقم هذا. والذي هو نتيجة للعامين هذوكم. وزيدوهم الظرف الدولي والأقليمي المتوتر. وبالتالي شنوها مقاربتكم على أساس أنه البنوك اليوم اللي في ظرف اقتصادي صعيب. الوحيدة اللي قاعدة تحقق في أرباح. لكنها تبدو كأنها أرباح افتراضية. لأنه حتى الدولة في سدات ديونها لدى البنوك هذه أجلتها الـ 2033. ومع ذلك البنوك تبقى الحريف المقرض الأول. أو مصدر الأقراض الأول لدولتنا في الداخل. إيه شنوها هذو ما تدعيتهم على بقية المؤسسة الصغرى اللي غدوا كي بيش تمشي للبنكة بيش تيخوا قريث تتنفس بيه البنكة بيش تقولها بطبيعة حال فلوسي كلها سلفتها للدولة دونك احنا في وضعية مفروض معناها صدارة اهتمامات كونكت بعد ما غسلنا يدنا تقريبا من الليتيكاء. صحيحة شكرا سيلوتفي على الملاحظة أظن أنه وضعت صوعك على المشكلة الأهم للمؤسسة الصغرى هي النفاذ إلى التمويل. اليوم الشيكات بدون رصيد عدم إفاء بالتزاماتها جزء كبير من مشاكلها تجاهها للمؤسسات العمومية والدولة تخلي هذا الكل تخلي نقوس الخطر يبعث لنا من الجهات ومن عدة قطاعات اليوم كي تلقى 9.5 9500 مليارد من المليمات من السوق الداخلية طبعا بيش تأثر بيش تتاخل من القطاع البنكي بيش تأثر على شح وعمق السوق الداخلية وبيش تأثر على حصول الشركات على تمويل تمويلها لميزانيتها الإشكالية هي بيدة بش نعودوا نشتروها ونعودوا نرجعولها ونعودوا نخلقوا مشكلة مع الشركات صحيح اليوم نعودوا نرجعوا أنه فما إكرهات لكن الإكرهات ما ما يكونش الجهة المقابلة انتاحها أنك تزيد تريش لتريش الإكرهات أنك تشوف حلول حتى غير غير مالية راهوا الحلول غير مالية عديدة كما قلت لكم قبيلة السوق الموازية حل أساسي وأولي وفيه أولوية لمعالجتها الاشكالية المادية راهوا تصور انت قد يش بش تدخل للاقتصاد قد يش بش تدخل وتمتص يدعم لمحترمة خطر ليخدم في السوق الموازية لا عنده لسينة ساس لا يخلص لأنبو لا عنده أنتريتهم بعد دونك اليوم السوق الموازية هي تمثلتها 35.2 ولو أنه معناه التقرير معجلس العمل للدولي يحكي على نسبة أكبر نسبة هذو متع 50% و60% في وقاربة السياسية فشلت في استدراج السوق الموازية هذه للسوق معناه المسائل للخط الاقتصاد الرسمي خطر إذا بالنسبة هذه أنا والله اقتراحي ملاك للحكومة هذه ولا اللي بيش تتشكل بعدها نعمل وزارة وزارة السوق الموازية موجودة في عدد بودلين أفريقية موجودة في عدد بودلين أفريقية مبعدها على واقع اقتصادي تحتل فيه السوق هذه قرابة اله 40% ما يخلصوش معناها ذراعي كما يخلصوش هما الذراعي الدولة تفقل عكس 70% اللي هما منضبطين نعطيك كما تخلص شنتي سأل المؤسسات الاجتماعية غدوة بش تفلس لكنام وتفلس الفرماسي سنترال وتتفقر السبيترات لأنه فهم اختلال في توازن ولو إنه معلوم معلوم عند الحكومة الكل كلهم يعطيوا فيه وكلهم يعطيوا أرقام وتفاصيل وتشخيص الدولية تصنف فينا بعد الجيبوتي وبعد الصورة هي تنعمل أخي وزارة ونسموها وزارة الاقتصاد الموالي الموالي تشتغل على إيجاد حلول الهل ال60% وال50% أنا نعطيك الأخطر من هذا الكل هو خلق وزارة ليس بحل كما النص القانوني ليس بحل هذا مقاربتنا مثلا تزير هاو أعطت المثال خلقة وزارة للصناعات الصيدلية هاو مثال اللي اقتدى به بش نجمو ننهضو باقتصادنا وقالوق وزارة صناعاتنا الصيدلية تشكل الأمرين لكن الأخطر اللي كنت تقول فيه سي لطفي أنه فما اقتصاد موازي صحيح نحبو أن ندمجوه لكن الأخطر أنه فما شركات في الاقتصاد المنظم معاش خالطة ولا تبش تتعدى للاقتصاد الموازي هذيك الأخطر تبدأ تعمل تبدأ عندها مثلا عشرة خدامة الدكلاري سبعة وما الدكلاريش ثلاثة وبعد الدكلاري خمسة وما الدكلاريش خمسة وبعد تقولي ما عش تخلص السينة ساس وما عش تخلص الأيداءات وبعد تدخل في النظام في القطاع الموازي هذا الخطير لما أنه ديمومة القطاع المنظم تمس بالضغط الجبائي بقدرة تنافسية تغيب المريفاتة عملنا سيمينار في الوكوناكت على تدويل الشركات كيف تخرج للسوق الأجنبية جاء ممثلا عن البنك الدولي قال كلمة قعدة ترن في الوذن قال الشركة التونسية من أكثر الشركات التنافسية عندها خروج المنتوج من المصنع وقت ليوصل المنتوج إلى الميناء يولي معاتش تنافسي معناها اليوم الجانب اللوجيستي في أهمية قصوى تقتل المنتوج التونسي وترده معاتش تنافسي راه جملة بسيطة في ظاهرها لكن عميقة في معناها اليوم حتى قرار يتخذ في شأن ميناء ردس حتى قرار يتخذ في شأن ملف الفصفات حتى قرار يتخذ في شأن أو قرار معناها لين في شأن الانطاقات المتجددة حتى قرار يتخذ في السماء المفتوحة وما أدرك ما السماء المفتوحة ما معنى هاليوم الميزان الاقتصادي انتعنا الميزان التجاري عفوا ان انتعنا فيه 2000 مليارد وعجز كل شهر معناها هاليوم في شهر ديسامبر اذهب للأ 12 24 ألف 25 ألف مليارد وعجز اللي يعاونون عليه شكون يعاونون عليه صحيح التصدير يعاونون عليه خاصة مواطنين بالخارج مواطنين بالخارج بشي خلص مليون بشي يجي تسكرة لتونس معقول هذا أنا ركو يتاخد تسكرة من البلد الأوروبي البلد الأوروبي بخمسين يورو وأربعين يورو هذا كخطر مرتهنين بالليتوغو بيغتوه وقت لنحلوا ملف مش تونسير السماء المفتوحة لكلها وقتها القطاع الجوي يولي تنافسي وتحل إشكالية كبيرة للقطاع السياحي حتى حتى ما تحرك عليه وما تكلم عليه في قانون مليئة هذا شفت كل شيء مربوط ببعضه كل شيء مربوط بخلق الثروة وتحقيق النمو اللي ينجمه بعد يجيب الجباية أكثر ما غير لتكون تطلب الجباية من عبد معدوش إمكانيات نختم بسؤال أو تفاعل خيفة بسيري بالفضل أنا أولا تفاعلت يعني الحقيقة استفدت من أصلان ويتكلم ويدافع كمان بغية على ملف ويداخل فيه السياسي بالاقتصادي وغير أنا أحب بسؤال بسيط لأنه بصرف نظرته عن مقارباتكم لكن ديما أنا كنستدعى واحد مثل الأعراف كل شيء نحكي عليه إلا مرتبات الأجراء كل شيء نحكي عليه وحقوقنا ولمبو ياسر والضرائب وكذا وكالناس اللي يخدموا في المؤسسات رو فيها مشكلة كثير من المؤسسات تشتغل حتى أنت قلت يمكن يختاروا يهربوا للموازي لا فهم ياسر سنين ربي يهربين الموازي ما يدك لاريوش على الخدامة وما يعطوش سين السياس والشاري تابروا في تونس وأنتم أكثر تقريب منظمة الدافع على الترفيع في الشاري كما كنستدعى ونقابين كل شيء يدافعوا عليه إلا الإنتاجية والأضراب هؤلاء ما يتناقشوش تقولوا علاش أنت بدعوش إلى الترفيع في الإنتاجية وغيرها لا ما يحكيوش هذا مشكل في بلاد أنا حاب نسأل على علاقة بقانون المالية لأنه ديما نحكيوه عن الضغط الجبائي كل من يجي قانون مالية يخرجوا الممثلين للمنظمات للأعراف الغير الكل يحكيوه على الضغط الجبائي اشتبدل بين طوى وبين 3 أو 4 أو 5 سنين يلا أختم بهذا السؤال كي ترفع في جباية في هذا الموضوع ديما أي كي ترفع في جباية بنسب معينة النسبة العامة على الضغط الجبائي ترتفع نسبة الضغط الجبائي أكثر من 25% في تونس اللي هي من أعلى النسب في القارة الإفريقية طبعا فما نسبة هكي كما تجمش تجيب رأس المال الأجنبي وحتى رأس المال التونسي واللي يخمم كما قلت أنت يستثمر في قطاع موازي لكن ملاحظتك سيخليفة في محلها صحيح أحنا نديو بلغيالي تيدي بخي كما يقولون لكن لغيالي تيدي سلاء يلزم اليوم ما تنجمش تخلق النمو إلا بتشجيع الاستثمار إلا بتوسيع قاعدة الضريبة وكذلك بالترفيع في المرتبات راهو مش معقول اليوم المنوال الاقتصادي انتع تونس الكل قائم على مرتبات مرتبات عفوا منخفضة وإحنا في فترة مرتبات هتوضى في نهاية رأس السنة بيت مخفضة اللي أجنب يجي لتونس على شهاري اللي التونسي يخدم التونسي على شهاري وزيد شهاري واتيا وما يخلصوش في الضمان الاجتماعي ويزم المنوال الكله يتغير أخذا بعين الاعتبار كرامة ومرتب وشهرية التونسي حتى يساهمه وابيده في النمو خطر نمو يتم بخلق الثروة لكن كذلك يتم بالاستهلاك شكرا لك أصلا برجاء بعض المكتب التنفيذي لكم في ديرالية المؤسسات المواطنة التونسية شكرا على الحضور شكرا لطفي شكرا لخليفة الليلا باركوتر تحت الصور بعد لحظة الصور حلقة ممتازة سبيسيال مزود حضور روف بنعمر الهادي الدنيا وبطبيعة الحال تكريم للهادي حبوبة صارية حلوة تبعوها خيتاموها مزك شكرا لك لطفي العمير وأكيد أخليكم معا كامل فريق تحت الصور شكرا لكم على حسن المتابعة نتلقى وغضو إن شاء الله في نفس التوقيت على قناة التاسعة إلى اللقاء نزيكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة